بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات الميامين قال الوجوب الغيري لمقدمات الواجب تعريف الواجب الغيري اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها واحدة من المسائل المتعلقة بالمقدمات أو الشرائط المأخوذة في واجب معين هو قضية الوجوب الذي يتعلق بهذه المقدمات أو بتلك الشرائط أو القيود هذا الوجوب من أين نشأ؟ ما هو من شأ هذا الوجوب؟ وهل هو موجوب عقلي ما حظ؟ أم أن هناك وجوب شرعي أيضا تعلق به؟ ولذلك وقع هذا البحث بين الأصوليين وحصل التحقيق في أن المقدمات هل لها وجوب شرعي؟ وما حقيقة هذا الوجوب الشرعي إن كان؟ في الحقيقة النقطة التي ننطلق منها والتي هي واضحة لدينا أن المقدمات أو أن المكلف إنما يجب عليه الإتيان بالمقدمات بسبب نفس الوجوب النفسي يعني بسبب الوجوب الذي تعلق بذي المقدمة فهذا الوجوب هو الذي يكون داعيا للمكلف إلى أن يأتي بالمقدمات لماذا؟ لأن المكلف حينما يريد أن يمتثل ذلك الوجوب وأن يأتي بالواجب الذي تعلق به ذلك الوجوب يعني بالفعل الذي تعلق به ذلك الوجوب كفعل الصلاة مثلا يكون ملزما بالإتيان بتلك المقدمة أو بذلك القيد أو بذلك الشرط لأن الامتثالين لا يتحققوا إلا بالإتيان بذلك القيد أو الشرط يعني مثلا أن الشارع لما جعل الوجوب متعلقا بفعل الصلاة أصبحت الصلاة واجبة بفعل ذلك الوجوب ولكن حيث أن الشارع أخذ مقدمات أو هناك مقدمات يتوقف عليها أو شراط يتوقف عليها أو مأخوذة في الواجب يعني في فعل الصلاة مثلا قضية الطهارة باعتبار أن الشارع عمل أمر بالصلاة عن طهارة أو مثلا استقبال القبلة وتحر القبلة باعتبار أن الشارع أمر بالصلاة مستقبلا للقبلة فهنا هذا الوجوب الذي تعلق بنفس فعل الصلاة هو الذي يكون داعيا للمكلف ومحركا له نحو الإتيان بتلك المقدمات لأن امتثال ذلك الوجوب والإتيان بالواجب أي بذلك الفعل أي بالصلاة عن طهارة متوجها إلى القبلة لا يمكن أن يحصل ويتحقق خارجا من المكلف إلا إذا جاء بتلك المقدمات فهنا في الحقيقة تكون هناك مسؤولية عقلية هذا متفق عليه بين الجميع أن هناك مسؤولية من جهة العقل بحكم العقل تجاه تلك المقدمات والقيود باعتبار أن هذا يدخل في شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال العقل حينما يجد أو يرى واجبا من الشارع سبحانه وتعالى يحكم العقل بلزوم الامتثال الامتثال وتحقق الامتثال يتوقف على الإتيان بهذه المقدمات لأنه لا يتحقق الامتثال لا يمكن الإتيان بالواجب إلا بالإتيان بهذه المقدمات لذلك يحكم العقل بلزوم الإتيان بهذه المقدمات قلنا هذا مورد وفاق بين الجميع أن المسؤولية العقلية تجاه المقدمات والقيود والشرائط هذه مسلمة بين الجميع وإنما وقع الخلاف والكلام بينهم في أن المقدمات والشرائط والقيود هل يتعلق بها وجوب شرعي أيضا هل يتعلق بها وجوب شرعي بالإضافة إلى ذلك الوجوب العقلي أو تلك المسؤولية العقلية تجاه المقدمات والقيود يذكر السيد الشهيد أن المشهور بين الأصوليين خصوصا المتقدمين منهم هو وجود الوجوب الشرعي المتعلق بالمقدمة ولكن قالوا أن هذا الوجوب الشرعي وجوب تبعي ماذا يعني تبعي؟ يعني إما هو معلول هذا الوجوب معلول إلى نفس الوجوب الذي تعلق بذي المقدمة يعني أن الوجوب لما تعلق بالصلاة الصلاة هي ذي المقدمة ترشح منه وأن هذا الوجوب اقتضى وجوب آخر متعلق بالمقدمات والشرائط المعتبرة في الصلاة فهناك وجوب شرعي مترشح ومعلول لنفس الوجوب الذي تعلق بذي المقدمة أو المقصود لا أن كلا الوجوبين يعني الوجوب النفسي الوجوب المتعلق بالصلاة والوجوب المتعلق بالوضوء كلاهما معلولان للملاك القائم في الصلاة قلنا أن الوجوب الشرعي يكون خلفه ملاك الصلاة مثلا وجوبها إنما كان لأجل ملاك ووجود مصلحة في فعل الصلاة نفس هذا الملاك كما يكون علة لوجوب الصلاة كذلك يكون علة لوجوب ماذا؟ لوجوب مقدمات وشرائط الصلاة فهنا بالنتيجة يكون نفس وجوب الصلاة ونفس وجوب المقدمات معلولان إلى نفس ذلك الملاك يعني معلولين أو معلولان لعلة واحدة فبالنتيجة يحصل التلازم سواء كان وجوب الصلاة هو العلة لوجوب الوضوء أو أن وجوب الصلاة ووجوب الوضوء كلاهما معلولان إلى الملاك الموجود في نفس الصلاة يحصل التلازم بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء مثلا باعتبار أن التلازم كما تعلمون هو في دائرة العلية التلازم إنما يحصل أو المصداق الواضح للتلازم هو بين العلة والمعلوم وبين معلولي علة واحدة يحصل تلازم بينهما هنا نعم الحال لا يخرج عن ذلك قلنا إن الوجوب المقدمة إما هو معلول لوجوب ذيها أو أن كلا الوجوبين معلولان للملاك الموجود في ذي المقدمة طبعا الواجب المتعلق بالمقدمة يسمونه بالواجب الغيري الواجب الغيري ويقابله الواجب النفسي وهو ذلك الوجوب أو الواجب يعني الذي تعلق به الوجوب النفسي الصلاة يسموها وجوب الصلاة يسمى واجب أو وجوب النفسي أما وجوب الوضوء يسمى بالوجوب أو الواجب الغيري طيب عرف من قال بالملازمة يعني عرف من قال بأن هناك ملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب ذيها شرعا أيضا عرفوا الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره هو الواجب الذي وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر إما ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر طبعا لماذا غير التعريف ستأتي لدينا إشكالية يعني حل هذه الإشكالية يكمن في أنه غير التعريف ونقول لا أن الوجوب الغيري هو صحيح وجب لغيره ولكن لم يجب لأي غير كان وإنما ما وجب لواجب آخر ما وجب لواجب آخر طبعا الوجوب النفسي يصبح في قبال ذلك إن قلنا بأن الوجوب الغيري هو ما وجب لغيره يكون هذا ما وجب لنفسه أو إن قلنا أن الوجوب الغيري هو ما وجب لواجب آخر يصبح الوجوب النفسي ما وجب لا لواجب آخر بناء على هذا تكون الواجبات الشرعية كلامنا في الواجبات الشرعية على صنفين أو على قسمين واجبات مثل الصلاة والصوم والحاج والزكاة والخمس وما شابه ذلك واجبات نفسية وهناك واجبات المتعلقة بالمقدمات مثل الوضوء الغوسل طي المسافة التوجه إلى القبلة وما شابه ذلك سموها بالواجبات الغيرية طبعا أشكل عليهم أشكل على هؤلاء حيث أنهم عرفوا الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره أشكلوا عليهم بأن أغلب الواجبات الشرعية لم يوجبها الشارع إلا على أساس ما يترتب عليها من مصلحة ما يترتب عليها من أثر الشارع إنما أوجب هذه الواجبات لأجل المصالح أو الآثار التي تترتب عليها وهناك طبعا بعض الروايات بعض النصوص الشرعية أشارت إلى تلك الآثار المترتبة على أفعال الأفعال التي أوجبت في الشريعة مثلا وجوب الصلاة لدينا روايات تقول بأن الصلاة قربان كل تقيين لدينا نص هكذا يقول أو مضمونه هكذا بمعنى أن الصلاة أو فعل الصلاة أو الأثر المترتب على الصلاة هي القربية القربانية أنها تتكون هي القربان الذي يقدمه التقي تجاه الله سبحانه وتعالى فالمهم في الصلاة هو حصول هذه القربانية أو القربية إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الصلاة فإنما الشارع أوجب الصلاة لأجل حصول هذا الأثر أن يكون هناك قربان أن يكون هناك وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو مثلا وجوب الصوم كما في الآية المباركة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصوم إنما أوجب لأجلي أو لتوقع حصول التقوى من قبل ذلك الإنسان أن يكون متقيا فالتقوى هي الأثر المطلوب الذي ينبغي أن يترتب على وجوب الصوم طيب هنا بناء على هذا إذا كانت أغلب أو أكثر الواجبات إنما أوجبت لأجل مصالح ولأجل آثار مطلوبة للشارع فتصبح هذه الواجبات أيضا وجوبات غيرية بناء على هذا التعريف الذي ذكره هؤلاء للوجوب الغيري بأنه ما وجب لغيره أصحاب هذا الاتجاه يعني أصحاب الاتجاه القائل بوجود ملازمة بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا أجابوا عن هذه الملاحظة أو أجابوا عن هذا الإشكال قالوا بأن مثل هذه الواجبات نعم صحيح نحن نلتزم بأن هذه الواجبات إنما أوجبها الشارع لأجل وجود مصالح تترتب عليها هناك أغراض تترتب عليها ولكن مع ذلك هذا لا يجعل مثل هذه الوجوبات تندرج في الوجوب أو الواجب الغيري لماذا؟ لأنهم قالوا هنا قضية بيان التعريف أو توضيح التعريف أكثر قالوا بأن الواجب الغيري ليس هو مطلق ما وجب لغيره ليس مطلق ما وجب لغيره وإنما هو ما وجب نعم وجب لغيره ولكن ذلك الغير ما هو ليس مطلق الغير وإنما ذلك الغير هو أيضا يكون واجب يعني بالنتيجة يصبح تعريف الواجب الغيري هو ما وجب لوجوب آخر لوجوب آخر غير هذا الوجوب الأول ما وجب لواجب أو لوجوب آخر وهنا نلاحظ أن المصلحة التي جعلت وجوب الصلاة لأجلها أو الصوم لأجلها أو الحج لأجلها نفس هذه المصلحة ليست هي واجبة في الشريعة ليست هي واجبة في الشريعة ولذلك هنا الصلاة لا تكون واجبة لوجوب آخر هي واجبة لغيرها لأجل تلك المصلحة ولكن تلك المصلحة لم يتعلق بها الوجوب الشرعي فلا يصدق على الصلاة لا يصح على مثل الصلاة أو الصوم بأنه وجب لأجل واجب آخر لا يصدق عليه ذلك طيب إن قيل قد يسأل أو يقال بأنه كيف لا تكون المصلحة أو الأثر المترتب على الواجب واجب أيضا مع أن هذا الفعل إنما أوجبه لأجل الوصول إلى تلك المصلحة فكيف يكون نفس الفعل واجب لكن هذه المصلحة أو الأثر المترتب عليه ليس واجب يعني مثلا الصلاة إنما أوجبها الشارع لتكون وسيلة للتقرب إليه قربان كل تقي فكيف تكون الصلاة واجبة ولكن التقرب هذا التقرب الذي يحصل ليس بواجب كعله يقول أحد من المستغرب هذا الكلام فإن الشارع أو أي شخص إنما إذا أوجب شيء لأجل شيء آخر يكون ذلك الشيء الآخر من باب أولى يكون ماذا واجب أيضا أجابه أو يجيب أصحاب هذا الاتجاه أن الإيجاب هو مرء أن الإيجاب يعني حتى يتحقق الوجوب الشرعي ونقول أن هذا العنوان أصبح متعلقا للوجوب الشرعي إنما يحصل ذلك بأن يتعلق به الاعتبار من مراحل الحكم الشرعي نعم قد يكون تكون الملاكات أو مبادئ الحكم من المصلحة أيضا متعلقة للشوق وللحب وللإرادة شرع يريد حصول التقرب القربان له شوق لحصولها لكن لم يجعلها مركزا أو متعلقا للوجوب هذا ممكن وتقدم أن قلنا أن الشارع أحيانا لا يجعل نفس الغرض الأساسي هو متعلقا للوجوب الشرعي وإنما يجعل الوجوب الشرعي متعلق بالأفعال أو بالمقدمات المؤدية إليه هذه القضية شرحنا سابقا وخصوصا هذه متى تكون يعني لماذا الشارع لا يجعل الوجوب متعلق بنفس الأمر الذي هو فيه الغرض الأساسي يعني مثلا الآن لماذا الشارع أوجب الصلاة لماذا لم يجب التقرب القرباني قال أنه على كل إنسان أو يجب على كل إنسان من اتخاذ قربان لله تعالى أن يتخذ قربانا أن يأتي بقربان لله تعالى هنا في الحقيقة أحيانا الشارع يجعل الوجوب متعلقا بمقدمات معينة أو أفعال تؤدي إلى ذلك الغرض هذا من لطف الله سبحانه وتعالى كيف من لطف الله سبحانه وتعالى لأنه في كثير من الأحيان الإنسان لا يكون أو ليس له دراية أو علم بكيفية الوصول المطلوب إلى هذا الغرض الأساسي نعم هناك غرض من وراء الصلاة مثلا كأن تكون أو اتخاذها قربانا لله سبحانه وتعالى ولكن الآن نقول أن الشارع لماذا لم يوجب أن يكون لكل إنسان قربان لأن الوصول إلى هذا الأمر الإنسان يجهل الطريق الصحيح للوصول إليه أو مثلا وجوب الصوم يؤدي إلى مثلا حصول التقوى فلماذا الشارع لا يوجب التقوى يجب على كل إنسان أن يكون متقيا مباشرة وإنما أوجب الصوم والصوم هو يؤدي مثلا إلى حصول التقوى هنا نعم صحيح أن التقوى حصول التقوى عند الإنسان مطلوبة من قبل الشارع المقدس ولكن هناك نقطة وهي أنه كثيرا ما يكون الإنسان غير عارف بالطريق الذي يؤدي به للوصول إلى هذه النتيجة ولهذا ماذا يفعل الشارع وهو العالم المطلق يجعل الوجوب أو مركز الوجوب أو مركز الحكم الشارعي متعلقا بنفس ذلك الفعل الذي يؤدي يعني يكون ذلك الفعل طريقا لحصول ذلك الأثر وذلك الغرض المطلوب أولا وبالذات من قبل الشارع يعني من قبيل إذا أردنا أن نمثل بمثال عرفي مثلا إذا كان إنسان كما يمثل يعني بعض أساتذتنا مثلا أنه إذا كان إنسان يريد أن يسقي الحديقة كل يوم عند حديقة في البيت يسقي هذه الحديقة ومرة من المرات حصل أنه لابد أن يسافر مثلا يسافر لمدة طويلة لمدة شهر مثلا فالسقاية أو سقي الحديقة يحتاج إلى مهارة نوع من المهارة كل إنسان يعرف كم يعطي كمية من الماء ما شابه ذلك فماذا يفعل هنا؟ يأتي يرتب سواقي السواقي هذه في الحديقة التي تسقي الحديقة ويطلب مثلا من ولده يقول له أنت كل يوم تعال افتح حنفية الماء المعدل السقي الموجودة في الحديقة افتح هذه الحنفية لمدة خمسة عشر دقيقة مثلا وأغلقها وأنت لا عليك ماذا يحصل هنا لاحظ باعتبار أن الأب يعلم أن الإبن لا يعرف كيف يسقي هذه النباتات أو هذه الحديقة جعل الوجوب متعلق بالمقدمة الموصلة فالمقدمة وهي فتح الحنفية جعلها الأب بطريقة بحيث مجرد أن الإبن يفتح الحنفية تنسقي الحديقة لمدة طبعا معينة لمدة خمسة عشر دقيقة تنسقي الحديقة بالطريقة التي يريدها الأب فهنا لم يأتي الأب ويقول للإبن اسقي الحديقة لأنه يعلم أن الإبن غير عارف بكيف يسقي هذه الأشجار الموجودة في الحديقة وربما يسقيها يكثر لها من الماء فتموت ربما يقل لها من الماء فتموت إنما أوجب عليه الطريق المؤدي إلى حصول هذا السقي المطلوب السقي المطلوب لا بد أن تكون هناك كيفية في الفعل حتى يتحقق الغرض فالأب ماذا قال للإبن؟ قال له افتح الحنفية لمدة ربع ساعة كل يوم وأغلقها أيضا الشارع هكذا الشارع حينما يلاحب العبد غير قادر على الوصول إلى الملاك لا يعرف ما هو الطريق الموصل إلى الملاك والغرض والمصلحة من ذلك الفعل يأتي ماذا يفعل؟ يوجب نفس الفعل نفس المقدمة يوجبها على المكلف يجعلها هي المركز للوجوب هي المتعلقة للوجوب ولذلك نعم نقول هنا أن ذلك الغرض وتلك المصلحة التي تقف وراء الفعل تعلق بها شوق المولى تعلقت بها إرادة المولى ولكن لم يجعل يعني هذا حسب مثالنا ما دفع الأب إلى ذلك هو شوقه وحبه وإرادته لسقي الزرع ولكن لم يجعل السقي هو مورد لتكليف الإبن هكذا الشارع نعم إرادته شوقه يتعلق بذلك الغرض المترتب على الفعل ولكن لم يجعل ذلك الغرض هو مركز أو لم يجعل له متعلقا للاعتبار إنما جعل الاعتبار منصبا على المقدمة المؤدية إلى ذلك الغرض قلنا باعتبار أنه كثيرا ما يكون المكلف غير قادر على تشخيص الطريق للوصول إلى ذلك الغرض وبناء على هذا إذا المولى جاء وجعل الصلاة هي متعلق الوجوب ابتداء يعني أن الجعل تعلق بفعل الصلاة تكون الصلاة هي الواجب النفسي لا أن المصلحة أو القربانية المطلوبة من خلال الصلاة هي الواجب النفسي وإذا جعل ذلك الواجب في طول واجب آخر مثل وجوب الوضوء بالنسبة للصلاة كان الوجوب وجوبا غيريا والواجب يسمى بالواجب الغيري قال الوجوب الغيري لمقدمات الواجب تعريف الواجب الغيري اتضح اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها لأنه لأنه طبعا المفروض اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق به به يعني بالواجب وليس بها إذا بها يعني بالمقدمات إذا به يعني بالواجب فالصحيح أنه بالواجب لأنه لأن هذا الوجوب يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه متعلقه نفس الواجب فإذا حرك نفس الواجب إلى نفس الواجب حرك إلى مقدمات ذلك الواجب وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها بين جميع الأصوليين باعتبارها من شؤون حكم العاقل بلزوم الامتثال وإنما وقع الكلام في دعوة الوجوب الشرعي دعوة الوجوب الشرعي للمقدمة فالمشهور بين الأصوليين هو أن إيجاب الشيء شرعا يستلزم إيجاب مقدمته شرعا أيضا فتتصف المقدمة بوجوب شرعي غير أنه تبعي تبعي يعني ماذا إما بمعنى أنه معلول لوجوب ذي المقدمة أو بمعنى أن الوجوبين يعني وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة يعني وجوب الصلاة مثلا ووجوب الوضوء كلاهما معلولان للملاك القائم بذي المقدمة يعني القائم بالصلاة فهذا الملاك بنفسه يؤدي إلى إيجاب ذي المقدمة نفسيا وبضم مقدمية المقدمة يؤدي إلى إيجابها غيريا وعلى كل الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ لأن التلازم يدور مدار العلية لازم يكون بين العل والمعلول وبين معلولي علة واحدة ويعرف هؤلاء القائلون بالملازم الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر والواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية والوضوء والغسل وطي المسافة واجبات غيرية وقد لوحظ عليهم أن الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح وهي مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح فيصدق عليها أنها وجبت للغير وهذا يعني أن كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلا ما كانت مصلحته ذاتية له يعني مصلحته نفسه من ذاتياته لا أنه يترتب على مصلحة مخالفة له إذا يترتب الوجوب على مصلحة مخالفة له يصبح غيري نعم نفسي يبقى فقط ذلك الوجوب الذي يترتب على مصلحة موجودة في ذات ذلك الوجوب من قبيل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأجاب هؤلاء من أصحاب القول بالملازمة على الملاحظة المذكورة بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليها إلا أن هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره بل ما وجب لواجب آخر والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة ليس متعلقا للوجوب بنفسها فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر فإن سألت كيف لا تكون تلك المصلحة يعني مترتبة على الصلاة مثلا مترتبة على ذلك الواجب كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة واجبة عفوا مع أن الصلاة الواجبة إنما أوجبت من أجلها كان الجواب أن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكويني الحكم في مقام الثبوت وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب الشوق والإرادة لأن حبه إنما هو لأجلها لأن حب يعني الواجب حب الفعل لأجل تلك المصلحة أو لأجل تلك الملاك لا في عالم الجعل والاعتبار مشاركة للواجب في عالم الحب والإرادة لا يمعطوف على تلك لا في عالم الجعل والاعتبار لأن الجعل قد يحدد به المولان مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز الحب الأصيل أو حب الأصيل لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراده الأصيل يجعل الإيجاب عليها ويجعل الإيجاب عليها لا عليه فتكون هي الواجبة في عالم الجعل دونه يعني تكون المقدمات الواجبة دون المركز الحب الأصيل وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإيجاب على الصلاة ابتداءا وحددها مركزا لحق الطاعة لم لم يدخل المصلحة المنظورة له من جعل هذا الوجوب في العهدة كانت الصلاة ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا لأنها لم تجب لواجب آخر وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها وخلافا لذلك الوضوء فإنه وجبا من أجل الصلاة الواجبة فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري ندخل بعد ذلك في خصائص الوجوب الغيري هذا الوجوب لما كان يختلف عن الواجب النفسي إذن ما هي خصائصه بماذا يختص وبماذا يفترق عن الوجوب النفسي وهذا ما سنتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد